بعد كده عندي هنا listen 5 and 6 الدرس الخامس والسادس في وحدتنا السبع the weather today is it's sunny sunny يعني مشمس delicious الطقس اقول عليه لزيز لا fantastic رائع excited متحمس بورد يشعر بالملل طبعا الطقس اقول عليه fantastic the food was we didn't like it المدرس استخدم to explain the lesson علشان يشرح the lesson علشان يشرح الدرس استخدم band فرقة موسيقية concert حفلة موسيقية instrument الموسيقية whiteboard الصبورة البيضة طبعا استخدم whiteboard i enjoy writing entries to remember what happened on my day انا بستمتع بكتابة dairy منتجات البنية diary مفكرة يومية journey رحلة طويلة opinion رأي طبعا diary اللي هي المفكرات اليومية the test results were النتائج كانت i thought i did worse but i passed وانا كنت فاكر ان انا حلت سيء لكن انا نجحت يبقى the test result نتائج بتاعت الاختبار كانت brave شجاعة patient sabora terrible say yeah surprising مدهشة يبقى الدرجات بالنسبة لي كانت مدهشة انا كنت فاكر ان انا حلت وحش بس نجحت the is a place where you can watch plays plays اللي هي المسرحيات بكان بنشوف منه او فيه المسرحيات theater المسرح park الحديقة hall salam museum المتحف طبعا theater اللي هو المسرح ده مكان بنشوف فيه الايه في المسرحيات بعد كده بيقولي نحن بنخطط ان احنا نعمل بعض الظهر اللي هو الحلاق حفلة شواء طبعا اللي هي حفلة شواء بعد كده عندنا بيقولي زابيانو ميزيكال ميزيام متحف آلة ماشين آلة بردو طبعا آلة موسيقية رحلة طويلة من مكان لآخر طبعا اللي هي اجازات طبعا طبعا اللي هي on holidays تورس stay in when they visit other countries بيمقسوا في لما يروحوا البلاد الأخرى كيفز كوف هاتلز فنادة آيلاند جزر هاتس أكواخ طبعا هاتلز اللي هي فنادة طلبت مني on the new restaurant in the town طلبت مني ان اعبر عن opinion رائي دايرة مفكرة نستريمنت آلة سلفي ان اخد سلفي طبعا opinion النجوم تبدو جميلة جدا not night في المساء كلمة night تاخد off night for night on night at night مساء طبعا ليه at night I couldn't do my homework because my laptop working started بدأ stopped توقف بيجان بدأ وانت زهب طبعا stopped working اللي هو توقف عن العمل I don't the question can you explain it again stay يمكس wake you can stand يخف understand يفهم ممكن تشرحولي but I can't understand انا لا افهم my cousins aren't frightened of the dark مش بيخافوا من الظلام they are coward جابانين useful مفيد brave شجاع نويزي مزعق طبعا هما brave يعني شجاعين نروح مع بعض البيج فورتي صفحة 40 بيقول لي امير is asking عمر about his last week end عن الاجازة الاخيرة بالنسباله how was your last week end اجازتك الاخيرة كانت عاملا ايه نوع I enjoyed it وطلعما قال لي I enjoyed يبقى it was fantastic it was great it was wonderful اي صفة كوية where did you spend it قضتها فين قال له حاجة قال له جيزة واستغرب هو طلعما يا جماعة فيت علامة تعجب هنا يبقى الكلمة دي تقالت فوق يبقى انا قلت له انا قضتها فين في الجيزة يبقى I spent شنو قال لي هنا spend يبقى I spent it in جيزة سالس سؤال قال له I went with my parents رحت مع الوالدين يبقى رحت مع مين يبقى هو من شيل الparents هو وانت فعل ما دي قل did والآي تحول الى you يبقى who did you go with رحت مع من قال له حاجة ورحت الاهرامات وحضرت الحياة ونتشيل دول وقول له الاماكن what places او على طول visited اقول له what did you visit ماذا زرت اقول له هناك اللي هي عوض عنها بكلمة did you go to the fanfare رحت المدينة الملاهي نقط there was no time ما كانش فيه وقت يبقى هنا اقول له no i didn't منفحش اقول لياس ليه لانه اني ما كانش عندي وقت نروح بقى دلوقتي ل41 41 هلا is asking نورا about her last holiday عن اجازتها الاخيرة where did you go on holiday last year اجازتك قضتيها فين السنة اللي فاتت نقط لأ i stayed in my uncle's flat شقة عمي how did you travel to alexandria طب رحت اسكندريا ازاي يبقى هنا رحت فين i went to هوا المكان موجوده alexandria سألتها اسوالية لها انا ما كست يبقى اين اللي هي شلشقة عمي واو الاين اللي هي where state فعل ماضي يبقى did والآية تحول الى you يبقى where did you stay اين ما كست how did you travel سفرت ازاي اي وسيلة مش مشكلة buy car buy train بالقطار yes i swam in the sea لما يقول ياس بشهد الى yes اسوام فعلة ماضي يقول did والآية تحول الى you وسوام ما ترجع لأصلات يبقى اسوام يبقى did you swam in the sea هل عمت في البحر what did you do what did you do ممكن ممكن توطيها شوية كويت هادية loud عالية مدهشة جميلة طبعا ما قاله turn it down يبقى ممكن ايه الموسيقى عالية i'm going to a tonight to enjoy my favorite band عشان استمتع بالحفلة الموسيقية school مدرسة cinema stadium concert طبعا رايح الحفلة الموسيقية we should buy to go into the museum لازم نشتري tickets تذاكر papers ورق بوكس كتب tips نصائح لازم نشتري tickets اللي هي معناها تذاكر good students الطلبة الجيدين follow their teachers بيتابعوا teachers tops taps types tips طبعا نصائح المدرسين اللي هي اسمها tips what's your ماهي ويور about the new hotel في الفندو الجديد opinion sport happy site ماهي ورائك طبعا what's your opinion about ماهي ورائك بخصوص watching a match مشاهدة المباراة the stadium is a fantastic experience في الاستاد يبقى نقول مشاهدة المباراة باي في الاستاد نروح لمين بقى نقول watching a match with the stadium ولا on the stadium ولا for ولا at في الاستاد طبعا يبقى at the stadium بعد كده بيقول don't we go kayaking what why when where لما لا طبعا اسمها ايه اسمها why don't we what what are you doing do did done عندي ايه موزوار ما بيجيش معها ابدا مصدر ولا فعل ماضي ولا تصريف سلسلة لو كانت مجهولة يبقى what are you doing what your favorite type of music اين هو الموسيقى المفضل بالنسبالك what does ما فيش مصدر is has هات طبعا يبقى what is your favorite type اين هو الموسيقى المفضل بالنسبالك بعد كده عندي هنا بيقول she plays a lot of tennis when she was younger عندما كانت صغيرة يبقى ماضي الماضي من play فعل عادي يبقى played you are going to have a party this weekend هذا الاسبوع ودي علامة استفهام يبقى ده سؤال السؤال بيبدأ بالفعل المساعدة من الأول وبعد كده الفعل where did you went for your holidays عندي هنا did يبقى محتاجين مصدر من went لهو go what do you think some people are not kind مش طيبين يبقى ليه ما لا اللي هي طبعا why do you think اكتب بقى عن a day in your life يوم في حياتك وده متجاوب هنا في نفس اليونت أي أجازة أنت قمت بيها أو أي يوم أنت عمل بعد كده عندي هنا اختبار بقى على اليونت كامل بقى 44.44 نسمع listen مع بعض وبعد كده نحل مع بعض أول حاجة هنا بيقول لي I went to Siwa last weekend I went by car I got up at 5 a.m. my weekend was fantastic لقى إذا كانت رائعة يبقى where did you go last weekend رحت فين Tanta Giza Swan Siwa طبعا راح Siwa how did you go راحوا جزاي by car by train by taxi by bus احنا احنا by car when did you get up the day صحيح امت at 6 at 6 a.m. صباحا ومساء a.m. صباحا b.m. مساء at 5 a.m. الخامسة صباحا how was the weekend كيف كانت الأجازة terrible fantastic horrible bad أن الأجازة كانت fantastic اللي هي أجازة رائعة عن شبال محدثة anas and demona are talking about stories بيتكلموا عن القصص what kind of stories do you like اي نوع القصص اللي انت بتحبها قال له نعت قال له because adventure stories are very exciting اهو ذكر النوع قصص المغامرات يبقى I like adventure stories سأله السؤال قال له لأنها يبقى لماذا خلاص يبقى لماذا هقول له ايه why مش لازم بقى هتكمل اقول له why do you like adventure stories my favorite story is robinson cruise يبقى ما هي قصتك المفضلة هشيل robinson cruise وقول له ما وماذا اللي هي what فعلي مساعد عندنا is وما هتحول ل you يبقى what is your favorite story ما هي قصتك المفضلة what was robinson cruise job وكان شغال he was a sailor كان بحار what happened to his ship اللي حصل للسفينة بتاعته طبعا it sank يعني it sank انها غرقت غرقت فين ممكن اكمل او الان تسترخي ممكن تسترخي and escape from the noise of the city وتهرب من ضوضاء المدينة i spent a few hours walking around the park اضد بعد الساعات بتمشة في ال park enjoying the fresh air استمتع بالهوا and beautiful view والمنظر الرائع there are many different types of trees في اشجار كتير and flowers وزهور as well as many small lakes بحيرات with fountains وفي كذا نفورة i also bought a refreshing drink جبت مشروب refresh and some snacks واجبات خفيفة i had a wonderful time there قدت وقت راع هناك يبه هناك في ال other park i advise anyone to visit it انصح اي حد يزور اول سؤال عندي هنا بيقول what is the main idea of the passage الفكرة الرئيسية للقطعة ممكن نقول الفكرة الرئيسية للقطعة a visit ziora to ila al azhar park عايز اقول انكاير وماشي what actives did the writer do at the park الانشطة اللي بيعملها في البارك او الكاتب ممكن يعملها في البارك هو قالت مشيت و يعني واستمتعت بالمنظر الرائع وبعد كده برضو بيقول هناك حاجات كده ممكن يقول كل الحاجات دي تتكتف رقم اتني بعد كده عندي بيقول لكن انت سؤال شخصي تحب تروح حديقة الازهر ممكن اقول yes واكتب اي واي باي لماذا اكتب اي ميزة من فوق اقول مثلا because ممكن اقول مثلا اتس لانها مسلا جرين سبيس بعد كده هنا بيقول كلمة زر تعود على الكس الازهر بارك فيو زو طبعا حديقة الازهر الكاتب اشترى ات الازهر بارك اشترى طبعا ادرينك وجاب وجابات خفيفة يبقى ام بي كلمة يعني كلمة معناها ايه قوي بورينج ممل جيد باد سيء طبعا كلمة اللي هي كلمة رائع معناها شوف بقى سؤال اختيارات عندي هنا اول حاجة بيقول اللي تذكر هذه اللحظة كلمة اللي هو يلتقط تاخد ايه طبعا يلتقط اللي يلتقط ايه والدي كان مدهشا او يوم كان مدهشا لم يكن جريت تيرابل فانتاستيك ليت يبقى ما كانش سيء بعد كده بيقول شي وقفت قدام الكلب مكانش خايفة منه يبقى مش سبورة ورد قالقة افرد خايفة شجاعة يعني كانت شجاعة بعد كده بيقول علشان الفيلم طبعا من اجل الفيلم بيشرح الدرس كذا مرة بطرق مختلف بات سيء طبعا يبه هو بيشرح الدرس كذا مرة يبه هو انسان وبيشنت يعني صبور او مريض هنا معناها صبور رحت النقط تشوف الماتش ستديم ستاد تامبل معبد اكويريوم مدحف الاحياء المائية لايبر المكتبة طبعا هلروحت لستاد بحب لعب كرة قدم انضم ان انا طلبت من مبلنا ادخل وانضم ملاهي مدحف احياء المائية مركز رياضي بلانتيريوم قبة ساموية طبعا سبورت سند طبعا انا درست ماس هنا عندي مصدر يبقى what did you do did you put my keys which اي who's ملك من where اين هو من كيز اللي هي المفاتيح يبقى اين وضعتها يبقى is your favorite sports star نجمك الرياضي who من who's ملك من ها وكيف why لماذا طبعا who is your favorite sports star من هو نجمك الرياضي شو بقى سؤالي correct what are you go to do at the weekend هنا قاموا is or بيجي بعدها الverb زائد now تعمل what are you going to do do you got a new school back هل تملك got بتاخد have or has you have you got she went to school because she felt ill راحت المدرسة لان هي مريضة هنا في تناقض نفرض اللي تعبان مش هيروح المدرسة بالرغم من اللي هي كلمة mean also how many does the concert take cost يعني يتكلف وكام الثمن اسمها how بعد كده بيقول لي اكتب email on your last weekend وده متجاوب هنا في نفس اليونت ودي اخر جزئية في اليونت 7 انتظرونا ان شاء الله في اليونت 8 اللي عنده مشكلة في اي جزء في المنهج اكتب لنا في التعليقات منتظرين دعواتكم انتظرونا الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته